أكد المسؤولون في وزارة الإسكان أن الوزارة تحرز تقدما ملحوظا في إنجاز المشاريع الإسكانية الصغيرة على هيئة مجمعات إسكانية في جميع محافظات المملكة ستوفر حين اكتمال إنجازها خمسة آلاف وحدة سكنية تأتي رافدة لمشاريع الإسكان الاستراتيجية في مدن البحرين الجديدة الزمين يحيى العمري والتفاصيل وزارة الإسكان من مشاريع استراتيجية وهامة متمثلة في مشاريع مدن البحرين الجديدة تلبية للالتزام الحكومي ببناء خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية بحسب برنامج عمل الحكومة إلا أن هناك عدد كبير من المشاريع الإسكانية الصغيرة الرافدة لخطة الوزارة جاءت على هيئة مجمعات إسكانية في جميع محافظات المملكة ستوفر خمسة آلاف وحدة سكنية ففي المحافظة الشمالية تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ ألف واربعمائة وخمسين وحدة سكنية ومئة واثنين وتسعين شقة وتقام هذه المشاريع في المحافظة الشمالية في كل من مشروع اللوزي وعالي ومشروع الرملي ودمستان والمالكية أيضا وجد حفظ وتشهد تقدما كبيرا في نسب الإنجاز بحسب ما أكد لنا المسؤولون في وزارة الإسكان وفي محافظة العاصمة هناك عدد من المشاريع التي تشهد ارتفاعا ملموسا في نسب الإنجاز فوزارة الإسكان تقوم الآن ببناء ألف وسبعة وعشرين وحدة سكنية وثلاثمائة وثمانين شقة في كل من مشاريع توبلي والبلاد القديم وأم الحصم والجفير وذلك بالإضافة إلى مشروع مجمع ستمائة وتسعة بمنطقة سترة هذه المشاريع تتوازى نسب الإنجاز فيها بين البنية التحتية والعملية الإنشائية بهدف الإسراع في عملية إنجازها وتوزيعها على المستحقين وبالنظر مشاهدين إلى تقدم العمل المنجز في المحافظة الجنوبية نلاحظ ارتفاع الإنجاز في المشاريع الصغيرة في هذه المحافظة فهناك ألف واربعمائة وستين وحدة سكنية وثلاثمائة واثنين وخمسين شقة تمليك تقوم الوزارة حاليا ببنائها هذه المشاريع الإسكانية موزعة على كل من بر الدور ورياض عسكر ومشروع الرفاع الشرقي والحجيات وفي شمال المملكة وتحديدا في محافظة المحرق علاوة على مشروع مدينة الحد أو شرق الحد المشاريع الاستراتيجية الهامة في هذه المنطقة تشهد هذه المحافظة حاليا تنفيذ سبعة وستين وحدة وثمانية وأربعين شقة سكنية في كل من مشروع عراد والبسيتين وإسكان أريف ووسط المحرق لتساهم بشكل كبير في رفض خطط الوزارة لتلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية لمواطني المحافظة المستحقين جميع هذه المشاريع الهامة والرافدة للخطط الاستراتيجية والمشاريع الكبيرة للمدن الإسكانية الجديدة تنفذها وزارة الإسكان تنفيذا لرؤية القيادة الرشيدة في توفير حق المسكن المناسب لمواطني المملكة المستحقين بحسب ما ورد في برنامج عمل الحكومة الموقرة ترجمة نانسي قنقر